المشروع الربط السككي حلم إيران للهيمنة على المتوسط عبر العراق وسوريا لا تزال طهران تعيده للواجهة رغم العقبات الكبيرة التي تعترض طريقه العقوبات الأمريكية على إيران نشطت هذا المشروع الذي يعتبره النظام الإيراني على رأس أولوياته كمتنفس اقتصادي جديد للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة الحكومتان في العراق وسوريا أصبحتا مهيئتين أكثر من أي وقت مضى للتوجه إلى هذا المشروع بعدما مكنت طهران نفوذها في الدولتين على حساب مصلحتهم الاقتصادية والسياسية والأمنية فلا قوة اليوم تعل على قوة سلاح الميليشيات الموالية لإيران في البلدين ويربط هذا المشروع المحمرة في الأحواز بالبصرة في بغداد وصولا إلى دمشق حيث تكشف مصادر سياسية في العراق عن إعداد طهران مسودة للمشروع تمهيدا لعقد اجتماع ثلاثي في بغداد الشهر المقبل يضم ممثلين عن وزارات النقل في البلدان الثلاث للتوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص سكة الحديد الثلاثية وتضيف المصادر أن الأحزاب السياسية في العراق والتي تدور في فلك إيران ضغطت على حكومة الكاظمي لتنفيذ مشروع الربط السككي لأرضاء طهران خصوصا بعد فشلها في إرساء عقد مشروع ميناء الفاو الكبير لصالح الشركة الصينية التي كانت مدعومة من إيران ومع علم الأحزاب السياسية جيدا بخطورة هذا الربط أمنيا على العراق حيث لا يستبعد أن تمرر السكة أيضا نقل الأسلحة والصواريخ للميليشيات الموالية لطهران فإن مشروع الربط على جانب موازن اقتصاديا لا يقل خطورة عن ذاك الأمني حيث لا يقدم عائدات مادية جديدة للعراق مع تدمير الصناعة والزراعة فيه بل على العكس سيجبر على استقبال البضاع الإيرانية دون جمارك وإغراق أسواقه مرة أخرى ما يعني كارثة اقتصادية أخرى تنتظر البلاد قريبا